صباح الخير وأهلا بكم الجمود باقا في الأسبوع الأول من العام الجديد فيما يعتبر ملحقا للعطلة في بلد لا يعطي قيمة للوقت إلا إذا كانت النية إيجاد توافق لانعقاد جلسة جديدة للحكومة بجدوى الأعمال مقتضب تتصدره سلفة مالية لزم شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان لكن المواقف تشيء بمواجهة سياسية بين ثناء بر مقاتي المتحمسين للجلسة والتيار المعارض لها من دون أن يعرف موقف حزب الله وقد يعطي الأمين العام سيد حسن نصر الله مؤشرات مفيدة في كلمتها الثلاثاء المرجأة من الأسبوع الماضي بسبب الإنفلوانزا